نواب رئيس جمهورية شغلة جديدة وواهية لا تصلح ونأب رئيس جمهورية عبارة عن صنم قاعد لا يقلل زين الآن اكو قضية ما اعرف انت على ماذا تعلق الآن عادوا من جديد الى قضية نواب رئيس الجمهورية السؤال هنا هل فعلا الضرورات تستدعي لعودة هذين المنصبين هي تفريغة وتوفير مواقع الاخرين حتى يبقون في السلطة وخصوص الاسماء التي تطرح يعني عليها اشكاليات كثيرة واشتغلت بالسلطة وعليها اتهامات لماذا تجد من الضرورة العودة لمثل هذه المناصب الآن والله اصالف لك هو رئيس الجمهورية قاعد ما يسوي شيء بروتوكولي بس اي هالناس حاطين للواب شي سوون نحن انا كنتنا برئيس الجمهورية وفؤاد معصوم لك فؤاد معصوم اي يعني الشكوى دائما مننا ومن عندنا انه ماكو لا شغل ولا عمل فمصرف زايد والتزام زايد وتوزيع الوظائف على الناس بس مجرد توزيع وظائف على الناس لا اخر ولا اقل ولو ما عيب كان استقالية تاني من وقتها يعني الحقيقة ما شغل يدري فواد الاخفواد معصوم بهشي هذا بس شفتها معيبة ان واحد يستقيل عيب يترك القضية على النص حاولنا حاولنا ما وصلنا نتيجة ولهذا انا اعتقدها فقرة زايدة جدا زايدة في مشروع الحكومة يعني يجيبون نواب رئيس جمهورية عليش نواب رئيس جمهورية ورئيس جمهورية عده شغول شنوا شغولة كله بروتوكولي ما عده شغول يستقبل سفير وما يستقبل سفير وكذا والاخري بس ما عده جزء هو يقول الدستور يقول جزء من السلطة التنفيذية بس هذا كذب ما وضحت هذا الدستور ناقص والدستور أغبر وغبي هذا الدستور بس هوا تبقى الوثيقة الوحيدة اللي نحكم إليه الدستور يقول رئيس الجمهورية جزء من السلطة التنفيذية بس هذا كلام مو صحيح مو دقيق ما لا علاقة بالسلطة التنفيذية الرئيس أبدا مسجاد الحمراء ان شاء الله يسهر الرئيس يسهر على الدستور يعني شنو يعني شمالي معنى يسهر تفاهمني شنو معنى يسهر هم يلد لا الولد هم يردونهم سجادة حمرة يمشون عليها وحتى الحمايات السحبوها اللي رجعوه هم يردونهم سجادة يمشون عليها يعني ما لا أحكي لك هي السجادة الحمرة متراد والشغلة كلها متراد طالما ما ماكو أداء للشعب العراقي ودعم للشعب العراقي وإلغاء مظلومية الشعب العراقي اللي احنا تنومسنا بيها منتونا بالمعارضة نقول مظلومية الشعب العراقي لازم نتكافح صدام حسين حتى نحق مظلومية الشعب العراقي وين هم مظلومية الشعب العراقي شوش عنا أمه وأبو ما خلينا لسكة للشعب العراقي كتل وذبح وضرب ليطلع مظاهرة يقتل ابنية تشبع الشاشين وتقتل شوان عشي هذا يا شنو هالكلام شو يعني وين وصلنا شنو هالقضية سنفكر بنا رئيس جمهورية احنا والله رئيس جمهورية خوش ولد وكافي على الشغل كله بروتوكوليا نزايد عليها اي كان وزير وياي الاخر الطيف ريشيد وزير نياج شوان موارد مائية اي ما عنده شيء الآن ما عنده شيء ما عنده مسؤولية كرئيس جمهورية راح المؤتمر القمة العربية اعتقد بالجزائر ما سوى شيء يعني ما كان كلامه ولا جاء بالامة العربية ولا حجعل المنطقة العربية يعني وهو بالجزائر يعني ما صارت فلهذا انا اعتقد انه مسألة نواب رئيس جمهورية شغلة جديدة واهية لا تصلح وناءب رئيس جمهورية عبارة عن صنم قاعد لا اكتب لا اكتب انا استحيت والله هذا قفيتها بالسفر السفر على حسابي ما على حسابي الحكومة لانا ما عندنا شغل كل شغل ما عندنا اي زين دكتور مؤتمر مؤتمرين هاي هي اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة